بوكو اكس فور جي تي بسعر والمواصفات هل يستحق ام لا خليكم بعد الفاصل سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعوني على قناة مختارتك ومثل ما وعدكم البوكو نزل به نسختين ومثل ما ذكرت بالبوست في وقتها انه هو ري براند لمسألة نسختين من شاومي السابقة او من سلسة ريدمي لكن اتضح انه بوكو شوية غيرت وقلت من العتاد مع هذه النسخة فعدنا الاكس فور جي تي هذا اللي رح ينزل من المفترض بعد العيد بسعر رح نذكره من نهاية الحلقة مع ايضا مواصفات اللي رح يقدمها هذا الجهاز هذا الجهاز بشكل عام كتصميم بلاسيكي من الخلف والشاشة الامامية والاطارات البلاسيكية ايضا يعني الغلافة رح يكون بوليكابونات بيحتوي على ثلاث كامرات خلفية شاشة الامامية وهي المميزة اللي المفترض هي تكون هي نفس ما موجود مع ريدمي نوت داعش تي برو بلس اللي ايضا سبق واشرحت عنه فهذه الشاشة اللي رح تكون هي من دوت ديس بلي هي نوع LCD ولكن هذه الشاشة تتميز بوجود سبع مستويات لمسألة الرؤية على الشاشة دعم الـ HDR10 دعم الـ RGB Pixel يعني تنوع وفناتر عرض الالوان على هذه الشاشة وايضا لا تحتوي على مستشعر البصمة ليس ليكونها فقط انه LCD ولكن انه كون انه الشاشة كاملة حتى تحصل على رؤية من مفترض مميزة حسب ما موجود مع تقييم ديس بلي ميت اي بلاسكا اول شاشة LCD لسلسة تواتف ذكية حصل على هذا التقييم شاومي صرفت فلوس على هذا الموضوع حتى تحصل هذا التقييم شاشة مع انت الرجل 144 هيرتز زائد الـ 270 معدل اللمس لكن ركز لي بهذه النقطة هنا هذا الـ 270 ما رح يشتغل وياك الا فقط معك 90 هيرتز او اقل من 90 هيرتز يا رأي تقدر تحس بموجود الـ 270 هيرتز من ناحية معدل الاستجابة او اللمس على هذه الشاشة فهذه النقطة لازم تتوضح اليك دعم التقنيات الـ HDR10 من ناحية تشغيل المحتوى والشاشة بحجز 6.6 مع دقة الـ Full HD Plus والنجس هنا او السطوع يوصل الى 650 بي لكل انج هذا ايضا نضيف انه عندنا بطارية 5080 مليا امب والشاحن 67 واط هذا اللي تغير عن السلسلة الـ Redmi Note 11T Pro Plus انه الشاحن كان 120 واط اهنا لدينا شاحن 67 واط ايضا الجهاز المزوج بستيريو سبيكر منفل السماعات موجود عدم وجود الأزي كارد لتوسيع الذاكرة الخارجية فهنا عندنا الرامات اللي هي فقط ثمانية اللي هو تكون نوع عضو DDR5 اخر اصدار وعدنا الـ UFS 3.1 المتمثل بنسخة 128 جيجا بايت زايد 250 جيجا بايت ايضا كاميرات الخلفية راح تكون كاميرات مكررة اللي هي 4 سي ميجا بيكسل زايد 8 ألترا واد عنده 120 درجة ويثنيا لـ Macro تصوير هذه القدرة الكاميرات اللي هي لغاية 4K اللي يكون 30 طالب ثانية واحدة ولكن للأسف هذه النسخة لا تحتوي على OAS او التثبيت البصري مع العدسة الاساسية اللي تمنيت موجودة مع هذا الجهاز لكنها موجودة مع نسخة F4 النسخة الثانية اللي تيجي مع عدد 870 فهذه الكاميرات راح تكون هي مكررة كاميرات زينة جيدة وليست الأفضل عدد موجودة الاس قلت لكم انه للأسف محلو هذا الموضوع لمسألة تثبيت الصورة او تثبيت الفيديو مع التصوير مع الفوركي وحتى مع الفل اجدي هذا الجهاز ايضا مدعوم مع البلوتوث الجيل الثالث والواي فاي ستة وعدنا اكيد نظام التبريد موجود على هذا الجهاز الجهاز مزود بمعالج الـ Damacy 8100 هذا المعالج يجي بتقنية 5 نانوميتر تصنيع TSNC الشركة او ميديتك تقول انه راح ننطي تحسينات عن هذا النسخة النسخة السابقة من نفس الفئة راح توصل تقريبا اكثر من 20 بالمية زايدا اكثر من 40 بالمية مسألة الجرافيك او جي بيو فالجي بيو هنا راح يتمثل مع ماليس 110 اللي يجي مع ستة انوية هل ينافس من Qualcomm؟ تقريبا هذا المعالج قريبا على ثلاثة ثمانيات تقريبا لكن ثلاثة ثمانيات راح يكون افضل من ناحية دعم شركات الالعاب لمسألة Qualcomm وهذا حشينا بها سابقا هذا المعالج تقسيمه هو شوية المقلق انه تقسيمه رباعي 4 عنوية 2.8 جيجا هيرت و 4 عنوية عند الـ 2 جيجا هيرت أي 78 وأي 55 الأي 78 هي أحدث نواة حاليا تقريبا او سلسلة العام تقريبا وبالتالي هذا المعالج المفترض شن اللي راح يساعد على أداءه واستقراريته هو وجود الـ APU أو نقدر نقول الذكاء الاصطناعي الليفل اللي واصل له هنا فميدييتك تقول انه بإمكاننا نعبر الـ 200 بالمية من ناحية التحسينات الذكاء الاصطناعي على هذا الجهاز سواء استقرارية النظام أو فهم أمور خاصة بالجهاز أيار بلاستر موجود أيضا لتحكم الأجزاء المنزلية بهذا الجهاز هذا الجهاز مع نسخة 850 جيجا بات أنا أتوقع له راح ينزل بالعراق بحوالي 335 دولار تقريبا أو قل إذا نزل عند 300 راح يكون سعر مميز كتجربة LCD مع تباين والدسفليميت وتباين الألوان الحلوة على هذه الشاشة تجربة حلوة ولكن أنا أشوف أن ريومي جيتينيو 3 إذا نزل مع شاشة الأموالج مع نفس المعالج ممكن راح ينفس أكثر على اعتبار ما زال الناس تشكي من مسألة مشاركة للسوفتير مع عزيزة شاومي القرار يلقى إليك وأيضا تركنا تعليقات أسفل الفيديو نسا تشارك في القناة وفعل زر جرس المزيد من الفيديوهات القادمة من مختارتك